الى الازمة اليمنية حيث اكد الرئيس اليمني عبد الربو مصور هادي خلال لقائه المبعوث الاممي الى اليمن مارتين جريفيث على اهمية الالتزام بمرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية وفي مخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية اتهم رئيس اليمني الانقلابين الحوثين بعدم رغبة في السلام مشيرا الى انهم يحاولون كسب الوقت بسبب مواصفه بالتراجع المستمر في صفوفهم هذا وقال المبعوث الاممي انه تحدث مع الرئيس اليمني عن مبادرة ليطلاق صراح جميع الاسرى والمعتقلين من كل الاطراف موجهنا الشكر لهذا على مبادرته في هذا الاطار